8 ناقص 6 هي جوج 8 ناقص 6 هي جوج لتاب 3 اي زائد بي على جوج هو 8 زائد 6 على جوج 8 زائد 6 هي 14 مقصومة على جوج هي 7 6 زائد 8 على جوج هي 7 الو غادي ندير سبعة هنا وغادي نحسب الصورة دير سبعة 3 في سبعة 8 في سبعة زائد جوج 7 في سبعة زائد سبعة ناقص العدد الاخير غادي نعطينا هي واحد غادي تعطينا عدد موجب مزيان اذا هاد العدد موجب ما غاديش نديروه هنا ولكن غادي نديروه سبعة غادي نولي بالاست هنا تمانية والصورة ديالها هي واحد فاصل واحد فعشرة أس است وغادي نبقى أشنو غادي يكون عندنا في آية غاي يكون عندنا هاد الستة اللي بقاتي اللي غادي تنزل غادي تنزل على ستة وغادي تبقى الصورة ديالها هي ناقص 4.6 فعشرة 5 بحيث الصفر دائما غاي يبقى عنده واحدة اللي اللي صرنا ساليب واحدة اللي من دياله موجب السيعة ديال المجال دابا يسبع ناقص ستا ايا واحد احنا بغينا السيعة ديال واحد فعشرة أس ناقص جوش يعني باقي اخصى نخدم ثم غادي نديرو دابا ستا زائد سبع ثم على جوش ستا زائد سبع على جوش غادي تغطينا هي ستا فاصل خمسة على غادي نديرو ستا فاصل خمسة مثلا هنا حتى نجربو واشغط عطينا ساليبو اللي موجب عدم الباد نحولو على غادي نديرو دابا ثلاثة في ستا فاصل خمسة جوج في ستا فاصل خمسة زائد ستا فاصل خمسة ناقص ناقص عشرة اكسترا ونحسبو هاتشي إذا نعطينا ثلاثة في ستا فاصل خمسة أسبع زائد جوج ستا فاصل خمسة أس خمسة زائد ستا فاصل خمسة ناقص عشرة أسستا في الجد الربعي ديال ثلاثة ألو عطتنا عدد موجب إذا ما غاديش نخد تكون هنا إن هذه البلاصة أكتب سنة عدد الساليبو دو غادي نحط هنا ستا فاصل خمسة وهنا غادي ندير العدد دياله هو واحد فاصل سبعة فعشرة أس خمسة وهنا غادي نزل ناقص ربعة فاصل ستا فعشرة أس خمسة السعادية لمجال ستا فاصل خمسة ناقص ستا هي سفر فاصل خمسة ناقص ستا يصر فاصل خمسة هنا في طب ربعة لطب الخمسة هنا لدينا صيفر ولمجال الجديد الذي سنخدم عليه هو ستا فاصل خمسة زائد ستا لجوج إذن ستا فاصل خمسة زائد ستا مقسوم لجوج هي ستا فاصل خمسة عشرين ستا زائد ستا فاصل خمسة جوج ستا فاصل خمسة عشرين هنا نقدر نطرح هذا السؤال أو استدر توضرنا ممكن نعرف شفين غادينا حسنا سنذكر فقط في هذا ليطاب هذي فين وصل لنا أشنو يعني هذا ليطاب الخامسة هذه تعني أن العدد الس على شك نقلب ه راه محصور بين جوج الحويش محصور بين العدد 6 ها و ا و محصور بين العدد ب الو 6 5 إذن داب حصرت في الأول كانت عرفت فقط كان بين 0 و 8 كان المجال كبير وبقيت غادي كان نقسم على جوج كان 0 8 ولا 4 8 ولا 6 8 ولا 6 7 ولا 6 11 يعني لاش فينا ممثلا على محوار شنو كي وقع غادي بل لأن أنا غادي نو كن زير العدد سي بشوية بشوية كان صافر هنا 8 شنو درنا أولا قسمنا على جوج ومن صافر ل8 دزلنا ال4 8 يعني قلنا أن را ما كين شفاء المجال را كين بين 4 8 جينا ال4 8 قسمنا هتا و على جوج درنا 6 فلوست ومن درنا 6 فلوست بين 6 و 8 قلنا را كين دونك هنا كين 6 بين 4 و 8 لا صنعنا بين 4 و 8 ولقينا أنه ما كين بين 4 و 6 ولكن كين بين 6 و 8 صغرنا صغرنا المجال جينا ثاني قسمنا هذا على جوج و كان عندنا بين 6 و 8 ولقينا أنه راه بين 6 و 7 إذن ما كين ش بين 7 و 8 صغرنا المجال جينا دابا وحنا نقسمه على جوج يعني ولينا في 6 فاصلة 5 ولقينا أن الس راه بين 6 و 6 و 6 يعني هذا المجال ما فيش إذن دابا فين وصلنا وصلنا أن العدد الس أعلى ش نقلبه راه بين 6 و 6 5 خاصنا دابا فقط نكمله بحال الطريقة هذه ونبقى ونصغر المجال إذا لاحظوا أن كل مجال نقسمه على جوجو ونحيدو النص منه نقول راه ما كنش في النص كن في النص لاخو نحيدو النص أو نقسمه على جوجو ونحيدو واحد النص ويبقى بحال كو يبدأ تصغر تصغر حتى نلقى الس عة اللي بغينا الس عة لش نقلبه هي هذه وصلنا 5 10 ناقص 1 و نحن بغينا الس عة هي الاغ شو بانس دابا متبعين معاي المزيان الاغ غادي نجيو لانا وغادي نعود نكمل الجذول دي لانا الاغ التفرع التنائي في الحساب هذا ما عندناش طريقة اخرى باش نحيدو الحساب ولكن اكترية الحساب كتيرو الكالكولاتريس خاصنا فقط نفهمو كتيرو الكالكولاتريس كنعوضو وكنحسبو حنا من الول تالاخر كنحسبو غير الصور ديال اعداد وماجال كنقسمو كل مرة لعجوج باش ندزول الماجال صغر من نو دنك انا غادي ناخد هاد بطب الخراف نوساط ونكمل عليها لقينا ان بين 6 و بين 6.5 قسمنا دب على جوج لقينا 6.25 سنكتب ها هنا ونشوف واش غدي تعطينا عدد ساليب وعدد موجال ومن بعد نكمل الحساب على 6 فاص ل 25 بانك غادي نجي وغادي ندير انسرسيون جوج 5 6.5 3 6.25 20 وسبعة زائد جوج في 6 فاص إلى 25 وسبعة زائد 6 فاص إلى 25 ناقص 10 وست في الجد الرابع ثلاثة اذا اعطتنا عدد ساليب اذا مزيان هاد البلاصفين كسبناها رغمزيان اذا ناقص واحد فاص إلى سبعة فاش عشر وسبعة خمسة دائما في لامضة قليمة صفر بي ما غايت بدلش كان بتلو يرترف واحد كل مرة فاكواند فاص إلى سبعة فعشر وسبعة خمسة السعيد للمجل 6.5 ناقص 6.25 إياه صفر فاص إلى 25 يعني جوج فاص إلى خمسة فعشر أوس ناقص واحد إذا نباقي خاصة نزيد ونكمل بقال لنا دبع اي زائد بي هذا زائد هذا لا جوج 6.5 زائد 6.25 مقصوم على الجوج يعني 6.300 6.25 زائد 6.5 على الجوج يعني 6.300 5.75 على غادي خاصة نحط هذا ما ترى نحط أهلي صر 6.3 7 5 وخاصة نحسب الصورة دي لا لا غا أغادي نحط نحط 3 7 5 صورة صورة 6 فاصلة 3 7 5 زائد 2 جوج فاصلة 3 7 6 فاصلة 3 7 5 5 زائد 6 فاصلة 3 7 5 6 6 7 5 ناقص 10 6 في الجهد الرضايد 3 أهلا غادي تعطينا عدد ساليب مزيان إذن هو ناقص 1 1 10 4 كيف بلكم أن هذا العدد سيقرر بالصفر بي سيبقى بي 1 7 10 5 دائما لدينا الصفر وسيعة دي المجال دا بي 6 5 ناقص 6 فاصلة 3 75 داني 6 فاصلة 5 ناقص 6 فاصلة 3 75 هي فاصلة 3 75 هي 0 فاصلة 1 5 هي 1 فاصلة 5 27 10 10 ناقص 1 اي زائد بي هو هذا زائد هذا لجوش اذا هو 6 فاصلة 3 7 5 زائد 6 فاصلة 5 لجوش شنو كيساوي 6 فاصلة 3 7 5 زائد 6 فاصلة 5 مقصوم على جوش هو العدد بدأت يكبر 6 فاصلة 4 3 7 5 5 اذا بعد العدد هذا ورغادي نزيل هنا 6 فاصلة 6 4 3 7 5 5 وخاصة نحسبه صورة ديالو صورة ديالو بهذا الدل اذا هنعود نحسبها هي 3 في ترجمة نانسي